من جانبه أعرب مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن خالص التهاني وأطيب التبركات إلى دولة الكويت شقيقة بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير رئيس مجلس الشورى أشهد بما تشهده دولة الكويت من تطور ونمى في شتى المجالات في ظل قيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت وأكد مع علي أن مملكة البحرين تشارك دولة الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بعيادها الوطنية المجيدة وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والمتميزة مشيرا إلى أن الشراكات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين ودولة الكويت أسهمت في تحقيق إنجازات ونجاحات تنموية متعددة عززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركة للبلدين وشعبهم الشقيقين وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أن مناسبتي العيد الوطني لدولة الكويت ويوم التحرير تشكلان فرصة للإضاءة على التاريخ العريق لدولة الكويت ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود ترجمة نانسي قنقر ومستقبل